ولد هذا كراهيات داخل النفس طيب كبت الموضوع ما علمت الأبو ما علمت الأم طيب السلوكيات اللي بتصير لنا غلط هناك مشاكل التحرش بعض الأبناء قد يتعرض لشيء من التحرش سواء داخل البيت أو المدرسة أو الشارع بعض البنات قد تتعرض كذلك لشيء من التحرش طيب لما نعيش مع أبنائنا بمرونة نفسية ونتخاطب معهم نتكلم معهم نتحدث معهم ونحاول قدر ما نستطيع أن تكون بيننا وبينهم شيء من بعض الأمور في الحديث هنا يعطيهم مرونة أنهم يتحدثون تجدهم يعني يصابون بحالات الكبت والضيق والكتمان ثم تنفجر تلك البالونة بضجيج كبير جدا وهنا مشكلة هنا مشكلة ولذلك نحاول أن نهرب من الكبت القاتل فنقع فيما هو أعظم من أجار الله إياكم لكن حاول أن تعيش أنت وتعيشين أنت بوضوح في حياتكم بوضوح في حياتكم حاولوا تعيشون يعني أنا أقول لكم مثال إذا ما شكت المرأة لزوجها تشكوا لمن إذا الزوج ما شك لزوجته وكفى لكم دليلا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما سعت طرفين في الحياة الزوجية لأرضاء بعضهم البعض من يرضيهم إذن يقول أبو الدرداء يوصي زوجة إذا غضبت فرضني وإذا غضبت رضيتك وإلا لم نصطحب والله جل وعلا يقول وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إذا الإنسان ما طبق المعايير هذه يطبقها وين يعني إذا ما تحمل الأب أبناءها من يتحملهم إذا الأمة تحملت أبناءها من يتحملهم إذا رمينا بأولادنا ورمينا ببناتنا ورمينا ورمينا هذه مشكلة دعوني أقول لكم قاعدة مهمة حقيقة من أهم القواعد التي أنا أراها في حياتي وقد تكون هي يعني قاعدة حياة نسميها في تربيتك تعامل مع أبنائك بعقلية الأب لا بعقلية الأخ أو الصديق أو المدير في العمل لا وأن تعامل مع والدك بعقلية الأب لا تتعامل معه بعقلية مديرك في العمل وغيره إذا كنت تستطيع أن تتعامل مع زوجتك بعقلية الزوج لا بعقلية الشريك وعقلية المتسلط و أنت تعامل مع الزوج بعقلية الزوج و حقوقه و أموره إذا استطعنا أن نصل إلى هذه العقلية سوف نتعامل مع ظروف حياتنا بأحسن طريقة بإذن الله لأن عقلية الأب عقلية رحيم عقلية ودود إن حزم يوما رحم يوما و إن غضب ساعة ضحك ساعة و ربما يؤثر باللقمة من فيه لولده و ربما يشتري لولده ما لا يشتري لنفسه و ربما ينفق على بيته ما لا ينفقه على نفسه و ربما يتعب و يشقى من أجل أن يؤمن مستقبل هذا البيت بأكمله إذن عقلية الأب تختلف عقلية الأب تختلف يسألنا بعض الناس كيف تكون في بيتك لا و الله في بيتي أنا أنا هنا في الاستيديو مقدم برنامج المستشار الأسري و لكن في البيت أنا سواق أنا خدام أنا أحمل الأمتعة أنا أنظف أنا أطبخ أنا أسوي كل شي في العمل مدير في عملي و أدير أمور العمل و كل حاجة لكن في بيتي والله بعض الأحيان أو أغلب الأحيان ما يمنع يا أخي هذه حياة عند أمي أنا ولدها ما ولا أي شيء آخر عند أختي أنا أخوها عند أخوي أنا أخوه هكذا إذا أردنا أن نعيش في الحقيقة إذا أردنا أن نعيش سعادة أن تكون عندنا حتى مرونة مع حياتنا التي نعيش فيها مع من حولنا الأخت سديم تفضلي السلام عليكم و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أول شيء شكركم على هذا البرنامج الله يسعدكم يزاكم خير يا رب العالمين اللهم آمين يجعل ما تقدمونا إن شاء الله يكتبوا لكم أجرا مضاعفا يا رب العالمين اللهم آمين يا رب اللهم آمين أبي الله يسعدك تعطينا حلول للزوج اللي مثلا يسعدك